تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم فرثاء عبر قناة سيفي سبورت اللي دائما بقولكم تشتركوا فيها اليوم لأنه في ضغط مباريات كثير بصراحة إنه عشر تيام مباريات 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 وفي دوري أبطال اليوم وبكرة مرحموناش قلت خلينا نلطف الجو على الناس نجيب موضوع خفيف ملوش علاقة كثير بكرت القدم ملوش علاقة كثير بأحداث كرت القدم قلت خلينا نروح على نتفليكس بس ما بدأ نتكلم عن بريكينج باد ولا عن سكويد جيم بل بدي أحكي عن خمس وثائقيات رياضية أنا شفتهم علموني كثير وتعلمت منهم كثير وحا دائما بفكر في أشياء صارت منهم ومنهم عدتهم فقلت أشاركهم معكم نبدأ برقم خمسة وهو وثائقي أنا غررت عنه قبل أسبوع في تويتر وفيسبوك وإنستجرام وحكيت إنه عجبني وبنصحكم تحضروا باد سبورتز للعلم هو مش من أكثر وثائقيات نتفليكس واو أو نجاحا لكنه لما تحضروا تتفاجأ بقدرة البعض على إنهم يتلاعبوا بالحقيقة على إنهم يلعبوا بخيالك ويخلوك تفكر كل شي عم بصير طبيعي في هذا الوثائق فيه عدة قصص عدة حلقات أبرزها طبعا الكالتشو بولي وواحد من الفضائح الكبرى اللي كانت موجودة في الماضي بكرة سلة الجامعات في أمريكا ويقال إنه بسبب هذه الفضيحة حتى الآن أمريكا بتحاول تقنع الجامعات تدفع للطلاب اللي بيلعبوا كرة تسلي فلوس وهناك طبعا لفة طويلة بكل حلقة ما بين كريكت ورياضات سيارات وثائقي جميلة بتفهم فعليا إنه الفساد ما إلو حدود وطول ما الموضوع فيه فلوس طول ما فيه نفس بشرية ضعيفة ما أخذي الوحيد عليه شوي إنه بعض الحلقات بتحسهم مطوها مط عشان يزيدوا الوقت في استراتيجيتهم الجديدة كل الحلقات صارت ساعة لكن غير ذلك تحضروا قروا على رقم أربعة وهو بالنسبة لي المفضل عندي شخصيا لازم أحطه رقم واحد بس عشان أكون منطقي وما أدخل مشاعري في الحلقة فهو لوزرز يعني هذا أنا حضرته وعدته وكل مرة هيك بيجي عمالي أتذكر قصة واحد منهم بفتحها خمس عشر دقائق بس عشان أتذكر لوزرز الخاسرين الفشلة فيلم بوثق ردود فعل الناس لما ينهاروا لما ينكسروا لما ينهزموا كيف كانت ردة فعلهم سلسلة عظيمة بتوريك أن نفس البشرية فيها قدرة رهيبة على رد الفعل على الاختراع على الابتكار لما تنجرح بالفشل ما بدي أحرق عليكم الحلقات لكن واحد منها مثلا واحد الناس سخرت منه على طريقة خسارته اخترع تكتيك دمررهم كل رياضتهم خلاها مملة لوزرز بستهل تشوفه لأنهم أبدا مش لوزرز هم ناس ناجحين بس بعد الفشل والخسارة الروعة رقم ثلاثة وكلكم تعرفوا في اللوكداون وخلنا نحضر عشر ساعات شي جديد وعمرنا ما شفنا The Last Dance الرقصة الأخيرة لمايكل جوردن رقم واحد في تاريخ كرت السلة الأمريكية بالنسبة لغالبية البشر لقطات أول مرة بتنبث تفاصيل سيناريو سكريبت معلومات سرية بتتعلق بمسير جوردن وابتعاده وعودته عن كرت السلة لأول مرة بتنكشف لقطات خرف الكواليس لأول مرة بتنبث اعترافات من لاعبين كانوا مع مايكل جوردن أيضا لأول مرة بنسمعها وزاوية خطيرة الإدارة غارت من أسطورتها وقالت له اطلع من عنا دفعوا لبرة بتتخيل كيف هدول مجانين في حدا بيدفع كرت السلة برة الفريق قاصد أحكيها كرت السلة مايكل جوردن بلحظتها كان هو كرة السلة بالنسبة لكثير ناس في العالم السلسلة المداخلات السكريبت اللي انكتب مستوى آخر أنا كصحفي تعلمت منه الإسلوب بعيدا عن حتى المعلومات اللي هي أيضا رهيبة فاحضروه أما رقم اثنين فهو سلسلة طويلة ومشكلتها الوحيدة إنها طويلة يعني حد الآن صارت ثلاثين حلقة فاللي بني يبلش بنصح يبلش من الآخر ويرجع لورا فورمولا وان ادرايف توسيرفايف هذا وثائقي بالتعاون مع الفورمولا وان بتبث نتفليكس كل سنة عن بطولة السنة الماضية كواليس تسريبات مواقف صعبة نفسيا لبعض اللاعبين تخليك تزيد شغافك بالفورمولا وان أنا من الناس اللي برش يبرد شغفي بهاي اللعبة لكن لما حضرت الوثائق جزء ثاني تحديدا يعني حكالي عنه صديق آه أف حلو فرجعت حضرت الأول وبعدين بنحضر الثالث حاليا بخليك تفهم إن الفورمولا وان أبدا مش مجرد سيارة سريعة وبس فيها تعقيدات تطورات مواقف فيها صعوبات نفسية فيها تحديات عظيمة أنت فعلا هي إنه شيء من أجل النجاة خلال السباق حسب مجلة سبورتس إرستريتد ونقلا عن ESPN وسكاي سبورتس هذا الوثائقي رفع شعبية الفورمولا وان ما بين مجتمع مختلف لأول مرة عم بيشوفوه على نتفليكس ناس فقدوا الشغب بالفورمولا وان حضر الوثائق يعجبهم صاروا يحضر الفورمولا وان قناة ESPN وسكاي سبورتس أصدروا بيانات وإحصائيات بتأكد ارتفاع نسبة مشاهدة الفورمولا وان عندهم في أول 14 صباق من الموسم بنسبة 50% وخبراء التحليل عندهم بيقولوا ما بنعرف إذا هو بس نتفليكس السبب لكن أكيد إنه سبب لأنه قدر يوصل هذا المحتوى لأول مرة لجمهور مختلف حضروا حلو يعني بيخليكم ترجع شغفكم بالفورمولا وان اللي أنا حاسس إنه بالسوشيال ميديا تقريبا بلشنا ننساها زي ما قلت لكم بوشكلته إنه 30 حلقة صار الآن فبإمكانك تبلش من جزء الثالث على الأحدى على الرياضين الموجودين السائقين الموجودين بعدين إذا بدك ترجع ترجع إذا ما بدك بشهر اثنين الثلاثة الجاي بنزل الجزء الجديد أروع رقم واحد وأنا حطته رقم واحد لأنه العمل الأكمر ربما صحفيا ووثائقيا ومن كل هذا المعاني أكيد سمعتوا كلكم عن منشطات روسيا واللي بوصفها كثير ناس أكبر فضيحة رياضية في التاريخ واللي خلتنا نشوف رياضيين روسيا بيشاركوا بأولمبياد توكيو بدون علم الفيلم اللي بدي أحكي عنه اللي رصد هذه الحقيقة اسمه إيكاروس هذا الفيلم اسمه لحاله قصة لحاله فكرة عبقرية شو إيكاروس؟ إيكاروس هذي شخصية في الأساطير اليونانيين بيكون منفي بإحدى الجزر هو أبوه فبيقرروا يحطوا الشمع على شكل أجنحة عشان يطيروا ويطلعوا من النفي وفعليا بيعملوا هيك بس إيكاروس بيعمل شي غلط بطير كثير بوصل الشمس فالشمس بتحرق أجنحته فشو اللي بيصير فيه؟ بتذوب فبيوقع فبيموت إيكاروس والمقصود باختيار الاسم إنه المنشطات بترفعك بتوصلك بتخليك فوق بس بتحرقك زي الشمس وبترميك بالأرض في النهاية وهذا كانت فكرة الاسم لوحدها قصة لوحدها بيستهلوا يفوزوا عليها أوسكر صراحة واللي هو فعلا فاس فيه وثائقي قوي بيستحق المشاهد وبنته تركيز فيه صحافة استقصائية مميزة فيه مقابلات مع علماء جينات بتقلب الفيلم بلحظة وهو أيضا أول وثائقي حصري لنيتفلكس بفوز بجائزة الأوسكر وحتى عشان تعرفوا قوة هذا الفيلم وخطورته تم تهكير موقع مهرجان سندانس السينمائي الأمريكي قبل ما يبث الفيلم لأنه كان أول بثل إيكاروس بهذا المهرجان ويقال أنه سبب القرصنة أنه فيه جهات معينة بروسيا ما حبت الفيلم ينتشر ما حبته يوصل للناس لأنهم عارفين أنه حيكون خطير جدا على سمعتهم الرياضية إيكاروس من الأفلام الوثائقية اللي مش بس بيحكي لك شي صار زمان لا بيكشف لك حقائق فيه شيء واقعي فيه تلاعب بصير في كل مكان وحتى اختيار الاسم له معنى آخر صراحة إيكاروس طاروا كثير هم في الموضوع لكن فيه كثير غيرهم بيعملون العلم وصارت فضائح في دول ثانية بسنوات مختلفة لها علاقة بنفس النوع من المنشطات المتقدمة علميا بإشراف حكومي لكن الدول الأخرى الكبرى ما بالغت نوصل هون لنهاية التوب فايف تعوننا المتعلقة بوثائقيات رياضية أنا بحبها وبتمنى تشوفوها تتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة